نذير شؤم يعني في النهاية رغم أن ما يقال الآن بأن الرئيس أصبح هو المشكل ولا يمكن أن يكون جزء من الحل هل مع ذلك أنت يأس تماما من إمكانية أن يأتي ليرتب المرحلة المقبلة ثم يغادر مثل ما قال نفس المصدر السعودي الذي ذكرته قبل قليل وأن لم يوضح هل سيغادر البلاد أم يغادر السلطة في شكل أدق أنا اطلعت على تصريح المصدر السعودي الذي رفض الإفصاح عن اسمه لكن نحن نعرف علي عبدالله الصالح قيدا طوال فترات حكمه هو لقاءه مع قلالة الملك منذ يوم الاثنين الماضي بعد يوم واحد من المجازر الدموية التي ارتكبها أبنائه وأقاربه في صنعة وراح بحيته حتى هذا اليوم قرابة مئة شهيد وقرابة تسعمائة قريح إذن هو أصبح يشكل عبءا على المملكة العربية السعودية طوال الثلاثة أشهر ونصف الذي بقى فيها هناك حيث أصدر عديد من الخطابات والتهديدات وموقع التحدي بالتحدي وإنه يتحدث من العاصمة السياسية الرياض هو أصبح عبءا على السعودين لذلك هما نصحوه أو ضغطوا عليه لكي يغادر إلى اليمن ولم يجد أي مكان آخر ينتقل إليه لذلك عاد إلى اليمن هو لا يمكن أن يرتب الوضع ولا لانتخابات نحن في اليمن أقرية العديد من الانتخابات وكانت تنتج نفس هذا النظام الانتخابات اليمنية تنتج نفس الأشخاص تعيد إنتاج نفس النظام لا يمكن للنظام أن يقري أي انتخابات ولا يمكن لعلى عبدالصالح وهو لم يوقع حتى هذه اللحظة على مبادرة الخليق لم يوقع عليها ومع ذلك لم تصدر دول الخليق أي تصريح أو ضغط على صالح لكي يوقع على هذا وهذا اليوم في الدورة الثامنة عشر للمجلس حق الإنسان في جينيف المجتمعة هناك بعض الأقطار العربية تضغط في سبيل أن لا يصدر بيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحقق في قرائم النظام التي ارتكبها طوال الأشهر الماضية والذي قابنا على تقرير قام به وفد من الأمم التحدة في أواخر يونيو أو أول يوليو الماضي لذلك هناك ضغوط خارجية هناك ضغوط خارجية داعمة لصالح داعمة لبقاء صالح أو لبقاء هذا النظام لكي يظل مرتهنا للخارج هو لا يمكن أن يقري انتخابات ولا يفكر بيقراء انتخابات هو فقط يماطل في الوقت هو يراوغ وكل العالم شاهده كيف في 22 مايو عندما رفض التوقيع وقال إن أحزاب اللقاء المشترك لم تأتي للتوقيع ثم قال في مرة أخرى إن أمين عن مجلس التعاون الخليقي لم يكن مؤدبا معه ثم قال في مرحلة تالية إنه لا توجد آلية تنفيذية وبالتالي لن يوقع ووجدناه يصدر قرارا يوم الاثنين قبل الماضي لتفويض نائبه بصراحية الدستورية ليقراء حوارا وها هو الآن يعود مجهضا القرار الذي أصدره وبالقرار الذي أصدره كان يجهض الآلية التنفيذية التي كان قد اتفق فيها جمال بن عمر مع حزاب اللقاء المشترك ومع نائب رئيس الجمهورية إذن عودته لا تبشر بالخير وقد استقبل من جماهير الساحات بما ينبغي أن يستقبل به نعم سيد عباسي عباس المساوي نعود إليك مرة أخرى يعني للأسف مرة أنت سكت ومرة الخط انقطع إن شاء الله المرة هذه الأمور تكون أفضل اتفضل بمواصلة وجهة نظرك التي بدأتها قبل قليل أنا أسمعك جيدا أنا أتمنى أن لا يخذني هذه المرة الهاتف مثل المرات السابقة أنا متعجب جدا لمثل هذا الطرح ومثل هذه التساؤلات في هذه اللحظة إذا كانت المعارضة تتحدث منذ فترة وهذا رد على آخر المتحدثين أن التوفيض الرئاسي لا يعني إلى المؤتمر الشعبي العام وهي الآن تتحدث أن الرئيس قد أجهض توفيضه لنائبه ما هذا التناقض يا أخي والله عجيب الأمر الثاني رئيس الجمهورية عاد وكانت المعارضة والجميع يتحدث أن تسعة وتسعين من أوراق الحل بها رئيس الجمهورية يا أخي لا إشكال ولا تعارض بين عودة رئيس الجمهورية وبين التوفيض عاد رئيس الجمهورية هيا انطلقوا للتفاوض والحوار مع نائب الرئيس أهلا بكم وهيا يذهبوا إلى انتخابات رئاسية وبكرة وليأخذ السلطة من يفوز بكرسي الرئاسة هنيان على قلبه لكن أن نتنفي المربع الأول والتراشق الكلامي والتهديد والوعيد بالويل والويل والثبور لعلي عبد الله صالح والجمهورية على عبد الله صالح والحزبي هذه إشكالية كبرى ولكن سيد مساوي يعني من الناحية المبدئية العامة الإصرار على موضوع الانتخابات قد يكون مفهوم ولكن الآن قد تبدو الصورة والأوضاع تجاوزتها لأن حتى مثلا بالنسبة للرئيس بن علي كان يود أن يبقى لـ 2014